أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان استعد للقاء إلهك وعاوز في هذه الفقرة أتكلم في بعض التشجيعات للمؤمنين أننا مدعوون لننتظر بشوق وبتلهف مجيء الرب يسوع المسيح فأنا عاوز أتكلم عن بعض التشجيعات لمجيء المسيح طبعا بشكل عملي طب أنا كمؤمن شو أعمل طالما أنا بنتظر الرب يسوع المسيح أو مجيءه ثانية في الكنيسة الأولى كانوا بينتظروا في التسالونيكي ظنوا أن الرب يسوع يعني جلسوا في الكنيس وما كانوا بيعملوا أي شغل أو أي عمل فطبعا الرسول بولوس وبخهم قال لهم يعني إذا أنت ما اشتغلتش كيف بدك توكل فإذا أنا بنتظر ولكن منشغل بمجيء الرب يسوع المسيح فرح أتكلم عن سبع تشجيعات بسريع أولا أحبائي الكتاب المقدس بطالبنا في حياة الصهر الصهر هنا مش المقصود فيها أنه أنا بصهر لمنتصف الليل هذا النوع من الصهر لا هنا كلمة قوية جدا تتكلم من ناحية روحية عملية اللي أنا رح أتكلم عنها في هذه اللحظات يقول الكتاب إصهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان بشارة متل إصحاح 24 آية 42 و 44 فإذن هنا يتكلم عن الصهر اللي هو حياة الاستعداد أكون مستعد في كل الوقت في التسالونيك الأولى إصحاح 5 بيبتدي أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لي أن أتكلم لأنكم تعلمون يوم الرب ولكن بيتكلم في أول ست أعداد يقول في العدد الأخير فلا ننم إذن كالباقين بل لنصهر ونصحه فإذن نصهر ونصحه استعداد كونوا مستعدين لأنه في ساعة مش متوقعها أنت رح ييجي ابن الإنسان إيش يعني حياة الصهر حياة الصهر هو أن نكون متنبهين أن نكون حذرين أن نكون مستعدين أن نكون منشغلين في حق للرب يعني مثل الجندي اللي في الحرب في المعركة ولكن حتى لو نام ما زال الحذاء والخوذة والسيف والترس كله جنبه على استعداد متأهب لكل عمل مستعد بس هنا بيتكلم عن الصهر مش بس أنت مستعد بتتكلم عن حياة الانشغال أنت منشغل في عمل الرب أنت اليوم شو عملت من أجل الرب شو حققت من أجل الرب الصهر بتتكلم عن حياة اليقظة أنا صاحي متزن متعقل عندي النصح يعني الاتزان والإرشاد طبعا بحسب مشيئة الله ليس المقصود اللا مبالاة وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام الذي يهتم باليوم يهتم بما للرب فإذا كل يوم هو عطي من عند الرب فأنا في هذا اليوم أعيش حياة الصهر حياة الاستعداد حياة اليقظة حياة الانشغال أنا منشغل في الرب وفي مجيء الرب ثانية مشان هيك بيمتلئ قلبي فيضان من المحبة بامتلاء من الروح القدس بيمتلئ بالإيمان حتى أكلم أي شخص وأقول له الرب جاي الرب جاي الرب جاي انت به لأنه مثل الزلزال لو أجرب مثل البرق الآن أين سيكون مصيرك هل أنت مستعد ما هو مصيرك هل الحياة الأبدية إذا أنت مش متأكد اليوم قول له يا رب أنا بطلبك من كل قلبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر